في هذه الحلقة سأأخذكم في جولة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسيكون التركيز على صحيح البخاري كي نطلع على عقيدة عائشة زوجة النبي وعقيدة الصحابة والتابعين وعقيدة البخاري ومسلم في الصحيحين وسائر علماء السنة من الأموات والأحياء بحسب البخاري ما هي عقيدتهم برسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو صحيح البخاري بين يدي وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى الفين واربع ميلادي المجلد الواحد الجزء الواحد الذي يشتمل على أحاديث صحيح البخاري هناك طبعات كثيرة لصحيح البخاري فإذا لم تكن هذه الطبعة التي عندي عندكم يمكنكم أن تعودوا إلى عنوين الكتب والأبواب لأنني سأركز عليها وسأذكر عنوين الكتب والأبواب إذا لم تكن هذه الطبعة عندكم فلا تهتموا بأرقام الصفحات ولا بأرقام الأحاديث وإنما عودوا إلى عنوين الكتب والأبواب والتي سأذكرها لكم كتاب الجنائس وهو الكتاب الثالث والعشرون وهذا الباب الثالث باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه صفحة 220 بحسب الطبعة التي عندي رقم الحديث 1243 بسند البخاري عن ابن شهاد قال أخبرني خارجة ابن زيد ابن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء اتفقنا تعني دينا أبتر أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة أجروا قرعة كي تكون القسمة فيما بينهم من الله اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان ابن مضعون أن يكون معهم في دارهم في بيتهم هذا في بداية مجيء المهاجرين إلى المدينة حيث شاركوا الأنصار في بيوتهم فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه فلما توفي وغسله وكفن في أثوابه دخل رسول الله فقلت رحمة الله عليك أبا السائب هذه أم العلاء تخاطب عثمان بن مضعون بعد موته فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادة عليك لقد أكرمك الله فقال النبي وما يدريك أن الله أكرمه فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله إذا لم يكرم هذا المؤمن المهاجر فقال أما هو النبي يتحدث عن عثمان بن مضعون أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير ثم ماذا يقول رسول الله بحسب البخاري والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي قالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا لا أزكي أحدا بعده بعد عثمان بن مضعون الكلام هنا كلام رسول الله عن نفسه صلى الله عليه وآله ويقسم بالله والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي هذا نبي الصحابة هذا نبي البخاري هذا نبيكم يا أيها السنة هذا نبي البخاري هذا الكتاب الذي تقولون عنه من أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عليكم أن تعرضوا هذه العقيدة مع المضامين التي بينتها لكم من قرآن محمد صلى الله عليه وآله في الحلقات المتقدمة والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به أئمتنا رسول الله ما يفعل به هل تقبلون نبيا كهذا النبي ماذا تقولون أنتم لذا ليس مستغربا أن نجد في البخاري أيضا كتاب التعبير وهو الكتاب الثاني والتسعون الباب الأول باب أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤية الصالحة رقم الحديث بحسب الطبعة التي بين يدي ستالاف تسعمية واثنين وثمانين رقم الصفحة الف وميتين وخمسة وثلاثين ويبدأ الحديث حدثنا يحيى ابن بكير بسنده بسند البخاري قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إلى أن يصل كلام عائشة في آخر الحديث وفتر الوحي فترة عن النبي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء دين أبتر وفتر الوحي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رغوس شواهق الجبال المحاولات للانتحار فهو لا يدري ما يفعل به وهو يحاول الانتحار مرارا وكرارا حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك قال له من أنك رسول الله فيعرض عن الانتحار هل هذا هو النبي الذي كنا نقرأ في الحلقات السابقة في حلقة يوم أمس والحلقتين التي قبلها نقرأ عن محمد في القرآن بعيدا عن كتب السنة والشيعة وإنما نقرأ عن محمد في القرآن كما تحدث عنه الله سبحانه وتعالى هل محمد الذي في القرآن هو هذا الذي في صحيح البخاري هو هذا الذي لا يدري ما سيفعل به وهو هذا المعتوه الذي يحاول الانتحار بين فترة وأخرى يريد أن يلقي بنفسه من أعلى الجبل ويتبدى له جبريل وبعد ذلك يكرر الأمر مرة ومرة ومرة مرارا عائشة هي التي تقول حتى حزن النبي فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال يا شباب السنة يجب عليكم بحسب القرآن أن تتبرأ من عقيدة عائشة هذه ومن عقيدة الصحابة من نسائهم ورجالهم من عقيدة البخاري ومسلم من عقيدة علماء السنة من الأموات والأحياء إنهم يعتقدون بالعقائد هذه هذه العقائد تتناقض بدرجة مئة بالمئة مع ما يريده الله في قرآنه مع حدود علاقتنا برسول الله في الكتاب الكريم وأعتقد أن المضامين التي مرت في الحلقات المتقدمة واضحة وواضحة جدا وماذا بعد كتاب الخصومات وهو الكتاب الرابع والأربعون الباب الأول باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي رقم الحديث بحسب الطبعة التي عندي 2411 رقم الصفحة 419 بسنده بسند البخاري حدثنا يحيى ابن قزعة بسند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استبّى رجلان سبّى أحدهما الآخر استبّى رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمداً على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين موسى نبي اليهود فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فدعا النبي المسلم فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبي لا تخيروني على موسى لا تقولوا عني من أني أفضل من موسى من أني خير من موسى لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش باطش جانب العرش أي أنه جالس هناك فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله فلذا فإن محمدا لا يدري هل أن موسى أفضل من أم أنه أفضل من موسى أي محمد هذا عن أي محمد يتحدث هؤلاء هذا هو محمد صحابتي محمد التابعين محمد البخاري هذا هو محمد علماء الأزهر وأمثالهم يا شباب السنة ما مر من آيات القرآن في الحلقات المتقدمة التي أخبرتنا عن علاقتنا بمحمد عقيدة ومودة وطاعة وأدب يتناقض بدرجة مئة بالمئة مع ما يتحدث به البخاري ما تعتقده عائشة وما يعتقده الصحابة والتابعون وما يعتقده علماء السنة من الأموات والأحياء هذا هو الكتاب الأصح عند السنة من بعد كتاب الله ونقرأ أيضا كتاب تفسير القرآن إنه الكتاب الخامس والستون سورة والصافات الباب الأول باب قوله وإن يونس لمن المرسلين رقم الحديث أربعة آلاف اثمانمية وأربعة رقم الصفحة اثمانمية وتسعة وستين حدثنا قتيبة بن سعيد هكذا يقول البخاري بسنده عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله قطعا إنها الصلاة البترية هؤلاء دينهم أبتر البخاري والذين يروي عنهم يصلون صلاة البتراء لأن دينهم أبتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى ابن متى هو يونس يونس ابن متى النبي ما ينبغي لأحد أن يكون خيرا من ابن متى الحديث الذي بعد هذا الحديث برقم أربعة آلاف ثمانمية وخمسة حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد ابن فليح إلى آخره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب هذا الكلام ينطبق على النبي وينطبق على غيره النبي هو الذي يقول من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب يعني أن يونس ابن متى خير من رسول الله صلى الله عليه وآله هل هذا محمد الذي حدثنا القرآن عنه هل هذا محمد نبينا أم عن أي محمد يتحدث البخاري ويتحدث أبو هريرة وسائر الصحابة والتابعين هذا الهراء أين انهضعه في أي مكان في أي تزاوية ونذهب إلى جهة أخرى من صحيح البخاري كتاب الصلاة وهو الكتاب الثامن من كتب صحيح البخاري إنه الباب الحادي والثلاثون باب التوجه نحو نحو القبلة حيث كان في الصفحة الرابعة والثمانين رقم الحديث أربعمية واحد حدثنا عثمان إلى قال عبد الله صلى النبي قال إبراهيم إبراهيم ورد ذكره في سند البخاري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له هذا التردد من الراوي الخلاصة النبي كانت صلاته معيبة ربما زاد فيها وربما حدث فيها نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وماذا قالوا صليت كذا وكذا المسلمون أكثر انتباها وأكثر دراية وأكثر توجها في الصلاة فالنبي كان باله في مكان آخر فلم يكن يعلم ماذا فعل في صلاته قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبل وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم بل دونكم والدليل أن المسلمين التفتوا إلى النقص في الصلاة وكانوا متوجهين في صلاتهم بينما رسول الله لم يكن متوجها توجها صحيحا في صلاته وعبادته ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين هل هذا هو النبي الذي نعتقد به من أنه هو سيد الكائنات يصلي ولا يدري ماذا يفعل على الأقل قولوا من أنه شك في صلاته وصحح شكه أما أنه يصلي والها يدري أصلا ويكمل صلاته والمسلمون ينبهونه لذلك أي نبي هذا أي نبي هذا فكيف تكون صلاته حجة علينا وهو يقول لنا صلوا بصلاتي إذا كان هذا حال صلاته فحال حجه كذلك فكيف نحج بحجه وكيف نصلي بصلاته على الأقل قولوا في أكاذيبكم هذه على رسول الله من أنه قام بهذا الأمر لبيان حكم شرعي أما أنه يصلي ولا يدري ماذا يفعل ويكمل صلاته والمسلمون أكثر دراية منه أي نبي غبي هذا أي نبي أذول هذا هذا نبي البخاري هذا نبي مسلم هذا نبي صحابة هذا نبي علماء السنة من الأموات والأحياء إنني أقرأ عليكم من البخاري النبي الذي كنت أحدثكم عنه في الحلقات المتقدمة من قرآن الله هل هو هذا هل هناك من وجه مشابهة بين هذا النبي الأثول في صحيح البخاري وبين نبي الله في قرآنه هذه لقطات الأحاديث كلها 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 مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان عندي من الوقت لأخذت الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم ولكشفت عن عوراتهما كتابا كتابا وبابا بابا وحديثا حديثا هذه كتب الأكاذيب وكتب التحريف والتزييف لكنني مشغول بأولئك الذين في النجف وكما تعرفون فإن الأقربين أولى بالمعروف لأنهم أكثر ضررا من البخاري ومسلم لأنهم أكثر ضررا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أكثر ضررا على واقعنا الشيعي مثل ما بيّن لنا ذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وإلا فهذه الكتب البخاري ومسلم وأمثالهما كتب كلها تحريف وتزييف من أولها إلى آخرها مثلما ضحك الشيطان على الدروز وأقنعهم أن الحاكم بأمر الله الفاطمي هو الله وإلى الآن يعبدونه إلى الآن يعبدونه الحاكم بأمر الله الفاطمي قتل في ظروف غامضة سنة أربعمية وإهدعش للهجرة ونحن الآن في سنة ألف أربعمية وأربعة وأربعين ولا زال الدروز يعبدون الحاكم بأمر الله الفاطمي وأقنعهم أن مجموعة الرسائل التي كتبها الزوزني ومن معه وكلها أخطاء نحوية ولغوية وبلاغية ومعلومات تأريخية خاطئة وآيات قرآنية ليست كما هي في القرآن وأقنعهم من أن كتابهم المقدس هو هذا يأخذون دينهم من هذا الكتاب من رسائل الحكمة إنها رسائل الزوزني ومن معه ومثلما أقنع الشيطان إجهيمان الاعتاب من أن محمد القحطان هو المهدي وأقنعه بروايات محرفة لكنه صححها بحسب منهج تصحيح أستاذه الألباني الوهابي العتيد العنيد فمثلما أقنع الشيطان إجهيمان الاعتاب أن القحطان هو المهدي وأن الروايات المحرفة التي حرفها العباسيون في أن المهدي اسمه اسم النبي واسم أبيه اسم أبي النبي والمهدي ليس كذلك الشيطان أقنعهم أقنع السنة بهذا أقنعكم من أن الصحابة مقدسون وأقنعكم من أن نساء النبي لهن من المنزلة التي تأخذون دينكم منهن وأقنعكم بأن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله وهذا هراء البخاري وهو ينسب الأكاذيب والنقائصة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا إلى القرآن القرآن قال لكم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا تَبَيَّنُوا تَبَيَّنُوا نَتَبَيَّنُ مَاذَا فَتَبَيَّنُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ أن تُصِيبُوا رسول الله بجهالة أنتم هنا تُصِيبُون رسول الله بجهالتكم ماذا أراد القرآن منا أن لا نعتمد الأسانيد وأن لا نعتمد المصادر التي نعتقد أن الذين كتبوها من الثقات وإنما نذهب إلى المتون نتبينها وليس عندنا من قاعدة معلومات تكون أفضل من القرآن فعلينا أن نتبين الحقائق من قرآننا أن نعرف رسول الله من قرآننا وبعد ذلك نعود إلى الروايات والأحاديث كي نتعامل معها إذا جاءت موافقة لقرآننا نأخذ بها وإذا جاءت مخالفة لقرآننا نضرب بها عرض الجدار هذا هو منطق رسول الله وهو منطق العقل والحكمة الشيطان ضحك على أسلافكم وعلى أجدادكم وآبائكم يا شباب يا شباب السنة ولا زال يضحك عليكم أنا لا أدعوكم إلى دين مراجع النجف وكربلا فهؤلاء دينهم مزبلة مزبلة بتمام المعنى أخذوها من مزبلة سقيفة بني ساعدة وإذا كان عند مراجع النجفي إذا كان عندهم من شيء من شيء قد يقال له علم بحسبهم فقد سرقوه من علمائكم من علماء السنة ما عندهم إلا سفاهة نتاجهم والشخص سفاهة وإذا كان هناك من شيء في كتبهم قد يعد علما بحسبهم وبحسب سقيفة بني ساعدة سرقوه من علماء السنة مراجع النجفي وكربلا فضيحة 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 لا تماثلها فضيحة ما بين جهلهم وجهالتهم وسفاهتهم إذ تركوا العترة الطاهرة وذهبوا إلى مزابلي سقيفة بني ساعدة وما بين سرقتهم لكل شيء من كتب علماء السنة هذا هو واقع دين حوزة النجف فأنا لا أدعوكم إلى دين هذه المزبلة ولا أدعوكم إلى أن تتبعوني أقول لكم عودوا إلى دين محمد صلى الله عليه وآله في كتبكم حديث الثقلين فابحثوا عن العترة الطاهرة وعودوا إلى دينها لن تجدوا أحاديث العترة الطاهرة في كتبكم وإذا ما وجدتم شيئا منها فإنها محرفة قليل منها صحيح في كتبكم أحاديث العترة في كتب أحاديث العترة ومراجع النجف يرفضونها لا تقولوا من أنها كتب شيعية وتقصدون بالتشيع هنا التشيع لمراجع النجف وكربلاء مراجع النجف وكربلاء يحاربون كتب حديث العترة وأشد الناس عداوة مع كتب أحاديث العترة هم مراجع النجف ومن الأحياء أشد المراجع حربا لحديث العترة السستاني المرجع الأعلى وقد تعلم ذلك من أستاذي البروجردي والخوئي مراجع النجف وكربلاء هم أشد الناس عداوة وحقدا وحربا على أحاديث العترة ولذا دمروا أحاديث العترة تدميرا ولجأوا إلى مزبلة سقيفة بني ساعدة فأنشأوا دينهم الذي لهم أنا لا أدعوكم لهذا الدين المزبلة أدعوكم لدين العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل لازلنا في كتاب الصلاة إنه الباب الثامن والثمانون باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره صفحة 96 رقم الحديث 482 حدثنا إسحاق إلى آخر ما قاله البخاري عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشي إحدى صلاتي العشي إما هي صلاة المغرب وإما صلاة العشاء قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمنى على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد الذين أسرعوا من المسلمين فقالوا قصرة الصلاة لأن النبي صلى ركعتين فقط وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرة الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين تراجع في البداية ماذا قال لم أنسى ولم تقصر ثم قال للمسلمين أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران ابن حسين قال ثم سلم ما هذا العبث وما هذا اللعب وهذا الحديث ذكره البخاري في رقم سبعمية وأربعة سبعمية وخمسة عشر الف وميتين وسبعة وعشرين الف وميتين وثمانية وعشرين الف وميتين وتسعة وعشرين ستالاف واحد وخمسين سبعتالاف وميتين وخمسين هذا حديث من الأحاديث المهمة ومن الأحاديث المركزية في أحكام الصلاة هذا هو حال رسول الله ما هذه العبثية ما هذا العبث أقرأ عليكم الحديثة مرة أخرى وانظروا إلى حالة رسول الله التي يحدثنا عنها أبو هريرة فصلى بنا ركعتين إما في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان لماذا؟ هل كان رسول الله هكذا؟ فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسر كذابون هؤلاء يرسمون لنا صورة على أساس أنها دقيقة في التفاصيل كذابون هؤلاء يكذبون على رسول الله فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسر وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسر وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرة الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهبا أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرة الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر ثم تراجع فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم ما هذه العبثية وما هذا الهراء رسول الله هذا حاله ماذا تخلون أنتم اجمعوا اجمعوا هذه المضامين التي يثبتها البخاري هذه عقيدة الصحابة برسول الله وعقيدة التابعين كتاب السهو وهو الكتاب الثاني والعشرون من كتب صحيح البخاري الباب الثاني باب إذا صلى خمسا صفحة ميتين وستعاش رقم الحديث الف ميتين وستة وعشرين حدثنا أبو الوليد بسند البخاري عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله قطعا الصلاة بطرية لأن القوم بطريون وما القوم إلا بطريون لأن دينهم بطريون لأن دينهم أبتر صلاتهم بطراء دينهم أبتر أن رسول الله صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتيني بعدما سلم فسجد سجدتيني بعدما سلم بعدما سلم يعني بعد أن أنهى صلاته وبعد أن قالوا له وتكلموا معه من أنك قد صليت خمسا هل هذا محمد صلى الله عليه وآله مرة مرة يصلي خمسا ولا يدري المسلمون يدرون المسلمون أكثر ذراية من النبي وأكثر انتباها والتفاة إلى الذي يقومون به أما النبي ليس ملتفتا النبي يصلي ولا يدري ماذا يفعل مثل ما مر علينا قبل قليل يصلي صلاة المغرب أو صلاة العشاء ركعتين ثم يقوم كإنسان معتوه كأنه غضبان يشبك أصابع يديه مثل ما حدثنا أبو هريرة قبل قليل وبعد ذلك حين يسأله ذو اليدين أنسيت أم أن الصلاة قد قصرت فقال إنني لا نسيت ولا قصرت الصلاة وبعد ذلك يسأل المسلمين هل ما قاله ذو اليدين كان صحيحا ثم يفعل ما يفعل أي نبي هذا وماذا بعد كتاب فضائل القرآن الكتاب السادس والستون الباب السادس والعشرون باب نسيان القرآن صفحة تسعمية وسبعة وعشرين رقم الحديث خمستالاف وسبعة وثلاثين حدثنا ربيع بن يحيى البخاري يقول بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء دين أبتار فالذي يحدثنا ويصلي صلاة بتراء يعني أن دينه أبتار سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا وقال أسقطتهن من سورة كذا حدثنا محمد ابن عبيد ابن ميمون إلى أن يقول عن النبي صلى الله عليه وآله أسقطتهن من سورة كذا رقم الحديث خمستالاف وثمانية وثلاثين الصفحة تسعمية وثمانية وعشرين بسنده بسند البخاري حدثنا أحمد بن أبي رجاء عن عائشة قالت سمع رسول الله رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا هذه أنسيتها ترقيع أي أن الله هو الذي أنساه الآيات هذا عذر أقبح من فعل الذين جاءوا من بعد البخاري يريدون أن يرقعوا للبخاري الرواية الرواية في أصلها كنت نسيتها فوضعوا لها همزة كنت أنسيتها من أن الله هو الذي أنساه أنساه القرآن القرآن يقول سنقرئك فلا تنسى فكيف أن الله ينسيه ينسيه قرآنه كتاب كله تحريف كله تزييف من أوله إلى آخره وتحريف فوق تحريف وتزييف بعد تزييف في الصفحة نفسها رقم الحديث خمستالاف واثنين واربعين حدثنا بشر بن آدم البخاري يقول بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها النبي أسقطها من سورة كذا وكذا أي نبي هذا أي نبي هذا محمد صلى الله عليه وآله بحسب عائشة وبحسب الصحابة وبحسب التابعين وبحسب البخاري وبحسب مسلم وبحسب أصحاب الصحاح من علماء السنة وبحسب علماء السنة جميعا من الأموات والأحياء هذا محمد لا يدري ما سيفعل به لا يعرف مصيره لا يعرف عاقبته ولا يدري هل هو أفضل أم موسى ويونس ابن متى قطعان أفضل من محمده وأي كلام من هذا فيونس ابن متى ما هو من أولي العزم موسى أفضل أفضل من يونس ابن متى أفضل من يونس وهو يصلي ولا يدري ماذا قد فعل في صلاته وهو يسقط الآيات من القرآن وينساها وربه لا يذكره وإنما يذكره رجل من عامة المسلمين هل هذا محمد صلى الله عليه وآله الذي تحدث القرآن عنه هل هذا محمد نبينا هذا نبي عائشة يجب عليكم أن تتبرأوا من عقيدة عائشة يجب عليكم يا شباب السنة يا أيها الباحثون عن الحقيقة يجب عليكم أن تتبرأوا من عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين في محمد صلى الله عليه وآله هؤلاء كذبون يكذبون على رسول الله هذه الأحاديث إما أن عائشة قد كذبتها أو أنها كذبت على عائشة لكن في آخر الأمر فإنكم تأخذون الدين من عائشة أكانت هي التي كذبت أم أن البخاري أو أن الرواة الذين نقل عنهم البخاري قد كذبوا على عائشة وليس مهما أن يكذبوا على عائشة الخطر في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وماذا بعد كتاب الطب إنه الكتاب السادس والسبعون الباب التاسع والأربعون باب هل يستخرج السحر صفحة ألف ستة وأربعين بحسب الطبعة التي عندي رقم الحديث خمستالاف سبعمية وخمسة وستين حدثني عبد الله ابن محمد البخاري يقول بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن أي نبي هذا نبي لا يدري ماذا سيفعل به لا يعرف عاقبته نبي يحاول الانتحار كرارا ومرارا لأنه معتوهن نفسيا ليس متأكدا من نبوته ورسالته نبي يصلي ولا يدري ماذا فعل في صلاته والمسلمون أكثر دراية منه نبي يعبث في صلاته ثم بعد ذلك يكون كالصبيان يقف كأنه غاضب في زاوية من زوايا المسجد وقد صلى صلاة ناقصتان ثم يرد على ذي اليدين ثم يقبل كلامه بعد أن يسعل المسلمين أي نبي هذا أي نبي هذا نبي لا يحفظ قرآنه يسقط الآيات من القرآن إنني أقرأ من صحيح البخاري وهذه أحاديث عائشة هذه أحاديث الصحابة هل تعتقدون أن رسول الله هو هكذا أي نبي هذا بابا روحوا شوفوا لكم نبي آخر هذا نبي طايا حظة هذا نبيكم نبيكم هذا فدوى عطايا حظة شوفوا لكم نبي ثاني شوفوا لكم علوى سوق يبيعون بها أنبياء وشروا لكم نبي ثاني أي نبي هذا عائشة هي التي تقول كان رسول الله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن وهو في الواقع لا يأتيهن كيف نثق به إذا كان حاله هكذا يخيل له أنه يأتي نساءه وهو لا يأتي نساءه يسقط آيات القرآن وينساها ثم يذكره رجل من عامة المسلمين نحن لا نعرفه من هو يصلي ولا يدري ماذا فعل في صلاته يحاول أن ينتحر وأن يلقي بنفسه من على رؤوس الجبال لا يعرف مصيره وعاقبته هل هو هذا النبي الذي نحن نتبعه هل نأخذ ديننا من نبي غبي من نبي مريض نفسيا أنا لا أقرأ عليكم من كتاب كتبه بعض النصارى أو بعض اليهود للإساءة إلى رسول الله هذا هو صعيع البخاري هذا هو مصدر دينكم والله كما قلت لكم مثلما ضحك الشيطان على الدروس ومثلما ضحك الشيطان على إجهامان الاعتاب ضحك الشيطان على أسلافكم وأجدادكم وآبائكم وعليكم أنتم ولازلتم مضحكة للشيطان مثلما هموا هموا شيعة النجف وكربلاء مضحكة لهؤلاء المراجع الثولان الخوثان الذين هم مضحكة للشيطان أيضا حين نقضوا بيعة الغدير وذهبوا راكضين إلى مزبلة سقيفة بني ساعدة هذه هي الحقيقة الواضحة عودوا إلى قرآن الله إلى قرآن محمد كي تكتشفوا الحقيقة بأنفسكم وقد وضعت الأمر واضحا صريحا بين أيديكم لا أخذتكم إلى كتب شيعية ولا إلى كتب سنية جئتكم بالآيات المحكمة الواضحة وما تجاوزت حدود الأدب العربي وضعت المعاني وبيّنت لكم الحقائق من آيات القرآن إمامنا الصادق هو الذي قال لنا إنه الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه هو الذي قال لنا من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنك بالفتن عودوا إلى قرآن محمد وآل محمد كي تكتشفوا الحقيقة ولكن عبر حديث الثقلين عبر حديث الثقلين وماذا بعد الكتاب كله تحريف كله تزييف كله إساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله كتاب الأذان إنه الكتاب العاشر من كتب صحيح البخاري الباب الخامس والعشرون باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروه رقم الحديث ستمية وأربعين رقم الصفحة مية وعشرين حدثنا إسحاق يقول البخاري بسنده عن أبي هريرة قال أقيمة الصلاة أقيمة الصلاة يعني أن المؤذن أذن أذن المؤذن أذن بلال ثم أقيمت الإقامة واصطف المسلمون للصلاة في مسجد النبي عن أبي هريرة قال أقيمة الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله فتقدم وهو جنب ثم قال على مكانكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم بالله عليكم هذا الأمر لو فعله أي أحد من الناس هل هو أمر مقبول سبحانه وتعالى يقول لمحمد في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم هل هذه الصورة تعكس لنا خلقا عظيما لرسول الله رسول الله يعرف وقت الصلاة إذا كان عارفا بوقت الصلاة لماذا لم يغتسل غسل الجنابة ثم لماذا يأتي بنفسه وهو جنب لماذا لم يرسل أحدا كي يقول للمسلمين انتظروني إنني سأتأخر بعض الوقت ما هذه الفضائح التي يقوم بها رسول الله بين المسلمين رسول الله أسوة هل يريد منا أن نفعل هذا ما هي الحكمة في هذا هؤلاء يريدون الإساءة لرسول الله أتعلمون لماذا لأن الصحابة من رؤوسهم إلى أقدامهم قبائح في قبائح خصوصا خصوصا الذين تولوا الأمر وحينما يلحقون القبائح برسول الله من السهل أن يلحق القبائح بعترته الطاهرة وإلا هل تقبلون هذا المسلمون كلهم أخيار كلهم أشراف حضروا إلى الصلاة وقد توضعوا واغتسلوا من كان منهم مجنبا قد اغتسل ومن لم يكن فقد توضى وجاءوا إلى الصلاة مثل ما يقول أبو هريرة فسوى الناس صفوفهم إلا رسول الله يأتي مجنبا أي كلام هذا أي كلام هذا تفعل هذه الكتب وتفعل هذه الأحاديث أي أحاديث هذه تلحق القبائح والنقائص برسول الله يا شباب السنة يا أيها الباحثون عن الحقيقة يجب عليكم أن تكفروا بعقيدة عائشة في رسول الله وبعقيدة الصحابة والتابعين وبعقيدة البخاري أي عقيدة هذه برسول الله صلى الله عليه وآله نذهب إلى فاصل كتاب الغسل وهو الكتاب الخامس من كتب صحيح البخاري إنه الباب الثاني عشر باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد الصفحة 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 الستون رقم الحديث ميتين وسبعة وستين البخاري يقول حدثنا محمد ابن بشار بسنده عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله أطيب رسول الله أي أضع له الطيب أطيب رسول الله فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا في الحج إنها حجة الوداء التي ذهب فيها رسول الله مع نسائه حاجة إنها حجة الوداء النبي في آخر أيامه وهناك من يحاول قتله وبيعة الغدير لم تكن قد أنجزت بعد ومع ذلك فإنه يطوف على نسائه وهو في مكة في أي مكان في أي مكان يجامع كل نسائه ما هذا الهوس الجنسي ولماذا في هذا الزمان وفي هذا المكان وفي هذه الظروف الحرجة ثم ثم أي رجل هذا يجامع جميع نسائه عائشة هي التي تقول لست أنا هل تقبلون هذه الصورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة هي التي تقول كنت أطيب رسول الله فيطوف على نسائه يطوف على نسائه يجامع نسائه جميعا ثم يصبح محرما إنه في الحاج الحديث الآخر ميتين وثمانية وستين حدثنا محمد بن بشار يقول البخاري بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك هذا الذي كان خادما في بيت رسول الله كان النبي يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال قلت لأنس هذا الذي قال لأنس قتاد أو كان يطيقه أكان يطيق هذا الأمر فقال أنس كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم تسع نسوة تسع نسوة إحدى عشرة الكلام هو هو عائشة تتحدث بهذا أنس بن مالك وهو أيضا عائشي من مجموعة عائشة يتحدثون عن رسول الله ويرسمون لنا صورة من الهوس الجنسي وفي الوقت نفسه يتحدثون عن مشايخ الصوفيين مثلا من أنهم لم يتزوجوا ولم يفكروا في النساء وانقطعوا للعبادة والدعاء والذكر والمعرفة شغلهم أشاغل حبهم لله أما نبينا صلى الله عليه وآله فيبدو أنه عطال بطال ما عنده شغل هذا هو شغل يتزوج النساء وبعد ذلك يجامع النساء جميعا أما فيهن من جاءتها العادة الشهرية ما هذا الهراء ما هذا الهراء ما هذا الهراء الحديث عن رسول الله بهذه الطريقة والحديث عن نساء النبي بهذه الطريقة لا يقبله أحد على نفسه أو على زوجته أو على نسائه ثم ما هي الفائدة من هذه الأحاديث حتى إذا افترضنا أن هذا كان حقيقة وما هو بحقيقة هذه أكاذيب عائشة وأكاذيب الصحابة وأكاذيب التابعين وأكاذيب البخاري وأمثاله أنا أسألكم أيهما أفضل أن أصف هؤلاء بالكذب أو أن أصف رسول الله بالنقاء ماذا تقولون أنتم ضعوا نفسكم بين خيارين بين أن أصدق هؤلاء أن أصدق عائشة وأن أصدق أبا هريرة وأن أصدق أنس ابن مالك وأن أصدق أمثال هؤلاء أن أصدق البخاري أن أصدق أئمة المذاهب العباسية السنية أن أصدق أبا حنيفة أن أصدق الشافعي وهكذا هناك خياران إما أن أصدق هؤلاء وألحق النقص برسول الله وإما أن أكرم رسول الله وأكذب هؤلاء أي الخيارين يحكم القرآن به أي الخيارين يحكم العقل به أي الخيارين تحكم الفطرة به أي الخيارين مواثيق بيعتنا لرسول الله تحكم به أي الخيارين هؤلاء كذبون يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله ما هذا الهوس الجنسي إن كان في المدينة يفعل هذا أو كان في الحج في مكة يفعل هذا ما هذا الرجل الذي لا هم له إلا الجنس هل هذا محمد صلى الله عليه وآله المصطفى أم هذا شخص آخر يا شباب السنة دورو لكم نبي شوفو لكم نبي هذا نبيكم طايا حظة هذا صقط صقط هذا النبي وماذا بعد كتاب الوضوء وهو الكتاب الرابع من كتب صحيح البخاري الباب الثامن والستون باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة ما يصيب من المرأة ثياب الرجل الصفحة الثالثة والخمسون رقم الحديث ميتين وتسعة وعشرين البخاري يقول حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله إلى آخره عن عائشة عائشة تقول كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي المراد من الجنابة ما يخرج من الرجل أو ما يخرج من المرأة كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه النبي صلى الله عليه وآله نبي نبي الأناقة ونبي النظافة ونبي الحسن والجمال ونبي اللياقة في كل معانيها ونبي الحكمة والذوق هكذا هكذا يخرج إلى الصلاة وهو الذي يقول لنا البسوا أحسن ثيابكم حينما تذهبون إلى المسجد القرآن هو الذي يقول إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف فماذا تقول لنا سورة الأعراف في الآية الحادية والثلاثين بعد البسملة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد القرآن هو الذي يقول لنا هذا خذوا زينتكم أن تكون على أفضل صورة على أفضل حال إمامنا الصادق إمامنا الكاظم أئمتنا يقولون لأصحابهم إن نريدكم أن تكونوا كالشامة بين الناس في أناقتكم وفي مظهركم وفي هيئتكم إن نريدكم أن تكونوا كالشامة بين الناس الشامة هي النقطة السوداء على الجلد الأبيض أو هي النقطة البيضاء على الجلد الأسود الذين بشارتهم سوداء بعضهم تكون عندهم شامة فشامتهم بيضاء والذين بشارتهم فاتحة شامتهم داكنة سوداء الأئمة يقولون لنا كونوا كالشامة بين الناس في أناقتكم فإن لكم أعداء أعداء يستهزئون بكم يحاولون أن ينتقصوا منكم يسخرون منكم كونوا كالشامة بين الناس نبينا 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 يخرج إلى الصلاة وثوبه مبقع بالماء والمسلمون يعلمون أن هذه البقع هي آثار جنابة إما من النبي أو من زوجاته بالله عليكم هل يفعل أحد منكم هذا لماذا هذه النقائص تنسب إلى رسول الله وأقولها لكم عليكم أن تكفروا بعقيدة عائشة برسول الله هذه عقيدة عائشة برسول الله أكانت هي الكاذبة أم أنهم كذبوا عليها ولفقوا هذه الأحاديث ونسبوها إلى عائشة في آخر الأمر فإن الأحاديث أحاديث عائشة بحسب صحيح البخاري هل تقبلون هذا على إمام مسجد صغير في محلة صغيرة والله لا يقبل بهذا أحد لا على نفسه ولا على إمام مسجد صغير في مسجد صغير في محلة صغيرة فلماذا تقبلون هذا على رسول الله ولماذا تقولون من أن الكلام في هذا الكتاب السخيف يأتي بعد كتاب الله هل هذه آيات القرآن هل هذا الكلام يأتي بمستوى آيات القرآن التي تلوتها عليكم بخصوص رسول الله وعلاقتنا به في الحلقات المتقدمة ماذا تقولون أجيب أنفسكم أنا لا أريد جوابا منكم وأنا لا أهتج عليكم معاشر السنة لا شأن لي بكم أنتم أحرار بدينكم إنما أعرض هذه الحقائق لشباب الشيعة الذين يبحثون عن الحقيقة كي أقول لهم مثلما ضحك إبليس على الدروس وضحك إبليس على إجهيمان الاعتاب ومن معه لقد ضحك إبليس على هذه الأمة منذ سقيفة بني ساعد وإلى هذا اليوم من الباب نفسه الحديث المرقم 230 حدثنا قتيبة يقول البخاري بسنده عن سليمان ابن يسار قال سألت عائشة أيضا الحديث عن عائشة سألت عائشة عن المني يصيب الثوب أنا أسأل هذا سليمان ألم يجد أحدا يسأله عن المني إلا عائشة عن سليمان ابن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء تقبلون هذا على آبائكم يخرج أبوك إلى المسجد يريد أن يصلي مع الناس وثوبه مبقع وأهل المسجد يعلمون أن البقع هذه آثار جنابة من جنابته أو من جنابة أمهاتكم تقبلون هذا ماذا تقولون ماذا تقولون ما هذه المهزلة ما هذه المهزلة هذا الكتاب كله ضلال وكله كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله قلت لكم قبل قليل لو كان عندي متسع من الوقت لعمدت إلى هذا الكتاب وإلى صحيح مسلم وأبدأ بهما من أول صفحة والله لأكشف عن عورات هذين الكتابين بطريقة أجعلكم تقرون بها تقرون بعورة هذين الكتابين من أولهما إلى آخرهما هذه أنثلة ونماذج لازلنا في كتاب الوضوء في كتاب الوضوء وهو الكتاب الرابع من كتب صحيح البخاري إنه الباب الثاني عشر من تبرز على لبنتين رقم الحديث مية وخمسة وأربعين في صفحة الحادية والأربعين البخاري يقول حدثنا عبد الله ابن يوسف بسنده عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر هو الذي يقول أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس قعدت على حاجتك في بيت الخلاء فقال عبد الله ابن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته أي قباحة عبد الله ابن عمر يقول لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا أي بيت لكم بيت ابيك عمر كان في اطراف المدينة ولذا كان يتأخر عن صلاة الجماعة في مسجد النبي ما كان يحضر الصلاة دائما اما انت فكنت تبيت في المسجد كنت جائعا لا مكان لك انت الذي تقول وبحسب كلامك والاحاديث موجودة في البخاري من انك ما شبعت حتى فتحت خيبر حتى فتحها ابن ابي طالب لا مجال لاستخراج الاحاديث وإلا الاحاديث موجودة موجودة وقد قرأتها سابقا فعبد الله ابن عمر كان ينام في المسجد ما كان ينام في بيت ابيه وبيت ابيه كان بعيدا عن مسجد النبي في اطراف المدينة شواهد التأريخ هي التي تقول بهذا مأنا الذي اقول هذا الحديث ورد في ابواب اخرى في بعض نسخه لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت حفصة على ظهر بيت حفصة يعني في بيت النبي فما الذي ادخلك الى بيت النبي وما الذي ادخلك كي تصعد على بيت حفصة ونساء النبي وعائلة النبي موجودة وهذا ادل دليل على كذب هذه الاحاديث ولكن نحن والبخاري فعبد الله ابن عمر لما صعد على سطح الدار رأى النبي يتبرز يتغوط يقضي حاجته وقد جلس على لبنتين اي منطق هذا هذا النبي لا يستر نفسه يتغوط في مكان يمكن للرائي ان يراه عبد الله ابن عمر حينما رأى اللبنتين يعني رأى كل شيء من النبي الحديث هكذا يقول ما أنا الذي اقول هذه اكاذيب البخاري او هي هي اكاذيب عبد الله ابن عمر انها اكاذيب السنة الذين يقولون من انهم سنة يتمسكون بسنة رسول الله هي هذه سنة رسول الله هذه هذه السنة تتعارض مع منطق القرآن علاقتنا برسول الله رسمها القرآن لنا وبينتها لكم بنحو تفصيلي في الحلقات المتقدمة عودوا اليها عودوا اليها وتأكدوا من الامر بانفسكم عبد الله ابن عمر يقول لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته ثم يأتي كلام لا معنى له وقال عبد الله بن عمر يبدو أنه قال لهذا الذي كان يتحدث معه وهو واسع ابن حبان لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقلت لا أدري والله قال مالك مالك هو مالك ابن أنس قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض وما علاقة هذا بهذا هراء في هراء لا شأن لي بهذا الهراء لكنني أقول هل أنا رسول الله هكذا يفعل يتغوط في موضع يراه الرائي مثلما يقول عبد الله بن عمر أين حكمة النبي أين احتراز النبي أين أناقة النبي أين نظافة النبي أين جمال النبي أين كمال النبي الحكاية نذهب إلى فاصل لازلنا في كتاب الوضوء إنه الباب الخامس والستون باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط صفحة 53 رقم الحديث 225 حدثنا عثمان ابن أبي شيبة البخاري يقول بسنده عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبثت منه تعدت فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرخ حذيفة مع النبي يتمشيان فأتى سباطة قوم أتعرفون ما معنى السباطة يعني المزبلة المزبلة وبعض الناس يتغوطون فيها النبي يبحث عن المزبل كي يبول قائما وهذا رسول الله رأيتني أنا والنبي نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبثت منه حذيفة رأى ليس مناسبا أن يقف قريبا من رسول الله ولكن النبي قال له تعال فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه وقفت وراءه حتى فرخ حذيفة وجد من الذوق أن يبتعد لماذا رسول الله يقول له تعال قف معي فإنني أريد أن أبول واقفا وفي وسط المزبل هذا البخاري هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا وحق رسول الله ما كان رسول الله هكذا وحق جبينه الأزر ما كان رسول الله هكذا كذبون هؤلاء عائشة تكذب أبو هريرة يكذب أنس بن مالك يكذب البخاري يكذب الصحابة كذبون التابعون كذبون يكذبون على رسول الله ما هذه النقائص التي تلحق بالنبي الأعظم ولذا فإن علماء السنة المتأخرين بدأوا يرقعون لمثل هذه الحكايات فيقولون من أن النبي بال قائما لأنه كان مريضا وذكروا نوعا من الأمراض يقولون إن علاجها أن يبول الرجل قائما وقالوا 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 من أن المكان لم يكن صالحا لأن يقعد النبي ولذا فإنه بال قائما واقفا ما هذا الهراء ما هذا الهراء عليكم أن تتبرأ من عقيدة عائشة ومن عقيدة الصحابة ومن عقيدة التابعين يا شباب السنة أخاطب الذين يبحثون عن حقيقة دينه لا أبالي بالأخرين عليكم أن تتبرأوا من عقيدة عائشة ومن عقيدة الصحابة ومن عقيدة التابعين ومن عقيدة البخاري ومسلم برسول الله صلى الله عليه وآله هذا ضلال تعالوا معي إلى هذا الحديث من الباب السادس والستين باب البول عند سباطة قوم أي عنوين هذه رقم الحديث 226 البخاري يقول حدثنا محمد ابن عرعرة أنا أقرأ هذه الكلمة حتى يعرف المتلقي من أن الأحاديث صحيحت لأن علماء السنة يقولون من أن الحديث الذي يبدأ في البخاري حدثنا فلان هذا حديث صحيح بسنده عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول هو أكثر احتياطا من رسول الله الجميع أفضل من رسول الله الجميع كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه لأن التطهير كان عند بني إسرائيل هكذا يطهرون الثياب بقرضها بقرض الأماكن التي تتنجس إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذيف ليته أمسك أتى رسول الله سباطة قوم فبال قائما يعني لم يكن محتاطا من جهة أن يتنجس بالبول ولذا افتروا حديثا آخر من أن حذيفة جاءه بالماء أكاذيب أكاذيب وحينما يلتفتون إلى أكاذيبهم يرقعونها بطريقة وأخرى الترقيع واضح فيها الجميع أفضل من رسول الله حتى أبو موسى ليس عندي من وقت كي أحدثكم عن قبائح أبي موسى الأشعر وتأريخه الأسود حتى أبو موسى الأشعر أفضل من رسول الله كان أبو موسى الأشعر يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله سباطة قوم مزبلة قوم فبال قائما فبال في تلك المزبلة يبحث رسول الله عن المزابل كي يبول فيها قائما هذه سنة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وأي سنة وأي تراث تركه لنا سيد الكائنات علينا أن نبحث عن المزابل كي يبول واقفين اقتداء بسنة نبينا الأعظم مثل ما يريد لنا البخاري أن نتعامل مع نبينا وسنته بهذه الطريقة عرضت لكم كيف يريد القرآن منا أن نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولهذا قلت لكم من أن الحقائق تتبين من خلال تبين عضادها لذا بدأتكم بالحديث من القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وماذا بعد كتاب الحيط وهو الكتاب السادس من كتب البخاري الباب الرابع باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائط إي أدري ماكم كان قراءة الرجل أي أنه يقرأ القرآن في الصفحة الرابعة والستين رقم الحديث في الصفحة الخامسة والستين ميتين سبعة وتسعين حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكاين عن عائشة عائشة تقول أن النبي عائشة تقول بحسب ما حدثت عنها صفية وحدثنا عن صفية منصور ابن صفية عن منصور ابن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي كان يتكئ في حجري وأنا حائط ثم يقرأ القرآن رسول الله لم يجد مكانا يجلس فيه كي يقرأ القرآن حتى يتكئ على حجر عائشة وهي حاء ماذا تقولون أنتم هل يقرأ القرآن بهذه الطريقة ما هو السبب الذي يلجئ رسول الله إلى أن يقرأ القرآن بهذه الطريقة أليس القرآن هو الذي يقول في سورة الواقعة في الآية السابعة والسبعين بعد البسملة وما بعدها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين القرآن يريد أن يقول لنا من أنه هو حقيقة طاهرة وحينما نتواصل معه علينا أن نتواصل معه في الأجواء الطاهرة ما هو الداعي إلى أن رسول الله يقرأ القرآن في حجر زوجته حتى لو لم تكن حائضة ما هو الداعي إلى هذا ما هو الداعي هل هذه سنة كي نلتزم بها هل كرامة القرآن تقتضي هذا لماذا هذا التحقير لرسول الله لماذا هذا الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله أن النبي كان يتكع في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن وماذا بعد في الباب السادس من كتاب الحائض باب مباشرة الحائض صفحة 65 رقم الحديث 299 البخاري يقول حدثنا قبيصته عن عائشة عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد كلانا جنب رقم الحديث 300 وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض رقم الحديث 301 وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف الاعتكاف في المسجد يخرج رأسه من المسجد فأغسله وأنا حائض رقم الحديث 302 حدثنا إسماعيل بن خليل يقول البخاري بسنده عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا من نساء النبي فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها وهي حائض ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه يملك إربه يستطيع أن يسيطر على شهوته على رغبته إذا لماذا يفعل هذا إذا كان النبي يسيطر على شهوته ما هي الضرورة أن يفعل هذا رسول الله لماذا هذه الصور القبيحة عن رسول الله هذه أكاذيب عائشة أو أن الأحاديث كذبت عليها لماذا تتحدث عن رسول الله بهذه الطريقة قطعا يرقعون لها في كتبه يقولون صحيح هذه الأحاديث ليست مناسبة ولكن ضرورة العلم لأن حقائق العلم في هذه الأحاديث لأن عائشة كانت عالمة عظيمة العلم ولابد أن تبين حقائق العلم فحقائق العلم العائشي هي هذه الأحاديث هكذا هم يقولون يرقعون في كتبهم أتحدث عن علماء السنة من الأموات والأحياء هكذا يضحكون عليكم ما هذه القذارة رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن كذلك هذه الأوصاف ما هي بأوصاف رسول الله ماذا قرأنا في آيات القرآن في سورة الفتح في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الفتح لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة الله أمرنا أن نوقر رسول الله قبله الآية تقول لا سؤال الله هو الذي يريد هذا مثلما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم ما أمرهم أن يسجدوا له قال لهم اسجدوا لآدم لا تسجدوا لي وحينما أراد إبليس أن يسجد له طرده ولعنه الله هو الذي يريد هذا تعترضون على الله اعترضوا على الله الله في القرآن يطالبنا أن نوقر رسول الله قبل أن نوقره الآية واضحة لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وماذا بعد وتسبحوه تسبح الله بكرة واصيل القرآن أمرنا أن نوقر رسول الله قبل أن نوقر الله توقيرنا لله هو التسبيح التسبيح تنزيه حينما نضيف الجمال إلى الله نضيف الكمال إلى الله وحينما نبعد النقص عن الله ننزهه من النقص هذا هو التسبيح التسبيح تنزيه والتنزيه يكون بإضافة الجمال وبحذف النقاص وهذا هو التوقير لله توقيرنا لله تسبيح القرآن أمرنا بتوقير رسول الله قبل توقير الله لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه الحديث عن رسول الله وتسبحوه تسبح الله بكرة وأصيلة أنا أسألكم هذه الأحاديث توقر رسول الله أنتم توقرون رسول الله وأنتم تؤمنون بهذه المضامين المسيئة إلى رسول الله عائشة هنا توقر رسول الله وهي تقول كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد كلانا جنب ما هي الضرورة لهذا الكلام وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائط هل كان النبي صلى الله عليه وآله بهذه الدناءة وبهذه الطفاسة وكان يخرج رأسه إليه وهو معتكف في الاعتكام في المسجد فأغسله وأنا حائط كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها لماذا كلها لماذا هذا التصوير عن رسول الله لماذا يأتي إلى المسجد وهو جنوب لماذا يجامع نساءه جميعا يطف على نسائه في ساعة واحدة من الليل أو من النهار في بعض الأحيان يقوم بهذا ليلا وفي بعض الأحيان يقوم بهذا نهارا عطال بطال ما عنده شغل عطال بطال فهذا واحد مسربت هتلي عطال بطال ما عنده شغل يخرج إلى المسجد وثوبه مبقع ببقع الماء التي تشير إلى أثار جنابته أو جنابة نسائه زوجته حائض يريد أن يقرأ القرآن يأتي كي يتكأ على حجرها محكمة كان يقرأ بالقرآن إلا حجر عائشة وهي عاط ما هو هذا هو البخاري وهذه أحاديث عائشة وهذه أحاديث صحابه هل هذا توقير لرسول الله هل هذا احترام لرسول الله هل هذا رسول الله الذي يجب علي أن أعتقد به أم أن رسول الله الذي يجب علي أن أعتقد به هو الذي تحدث عنه القرآن وقد عرضت عليكم الآيات حكموا عقولكم حكموا عقولكم هذا أحسن كتبكم البقية أسوأ وأسوأ وأسوأ هذا أحسن كتبكم وإن كان هو الأسوأ لماذا هو الأسوأ لأنكم تعدونه هو الأوثق فيصبح هو الأسوأ البقية أسوأ من البخاري وفيها ما فيها من القبائح لكن علماء السنة يناقشونها أما هذا الكتاب فعند الأعم الأغلب كتاب مقدس هكذا نقدس رسول الله بهذه القبائح لماذا كل القبائح تنسب إلى رسول الله نذهب إلى فاصل كتاب الصوم وهو الكتاب الثلاثون من صحيح البخاري الباب الثالث والعشرون باب المباشرة للصائم صفحة 334 رقم الحديث 1927 حدثنا سليمان بن حرب يقول البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه لغايته كان يستطيع أن يسيطر على شهواته هل كان النبي هكذا من صام صامت جوارحه كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم يباشر أنه يستأنس بمفاتن زوجته دون المقاربة الكاملة هذا المقصود من المباشرة فهو يباشر نساءه وهن في حالة الحيط ويقرأ القرآن في حجورهن وهن في حالة الحيط وفي حال الحج يطوف على نسائه جميعا ثم يحرم وحينما يكون في المدينة يطوف على جميع نسائه تارة في الليل وتارة في النهار ويذهب إلى المسجد وهو مجنب وفي أحيان أخرى يغتسل غسل الجنابة لكن ثوبه يكون ما يكون فيه من الجنابة متسخا بالجنابة في عدة مواضع لماذا في عدة مواضع لا أدري فتقوم عائشة بتبقيع ثوبه فيخرج إلى المسجد والجميع يعرفون أن هذه مواطن جنابته وجنابة نسائه وهو صائم يقبل نساءه ويباشر نساءه أيضا ألا يستحي هذا النبي من نسائه ألا يتوقعن نساؤه أن النبي يكون أكثر التزاما أكثر عفتان أكثر طهارة في شهر الصيام أو حينما يكون في الحاج أو حينما يكون معتكفان هل هو مضطر أن يخرج رأسه لعائشة وهو في المسجد كي تغسل رأسه وهي حائط ما هذه الصورة المضحكة الساخرة النبي في المسجد ويخرج رأسه وعائشة تكون خارج المسجد ما هي الضرورة لذلك لماذا لا يغسل رأسه في المسجد أو لماذا لا يطلب من أحد من الصحابة أن يعينه على غسل رأسه وهو في المسجد لماذا ولماذا لماذا هذه الصور المضحكة هذه الصور المسخرة في الباب الرابع والعشرين باب القبلة للصائم رقم الحديث الف وتسعمية وثمانية وعشرين البخاري يقول حدثنا محمد ابن المثنى بسنده عن عائشة وهي تحدث الرجال عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت لماذا ضحكت يا عائشة لماذا هل تشير إلى أن الأمر كان يفعله رسول الله معها ماذا يقول فطاح لعلماء السنة لماذا ضحكت عائشة يقولون لأن عائشة تعلم أن هذا الكلام ليس مناسبا يقال للرجال من قبلها إذا لماذا تقوله يقولون ضرورة العلم ضرورة التبليغ لأنه ترى أن تظهر علمها فهذا هو العلم العائشي العظيم عائشة تحدث الرجال إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت هل تجدون ضحك عائشة مناسبا هنا وماذا بعد كتاب النكاح إنه الكتاب السابع والستون من كتب صحيح البخاري الباب الثاني والعشرون باب من قال لا رضاع بعد حولين رقم الحديث خمستالاف مئة واثنين حدثنا أبو الوليد البخاري يقول بسنده عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي دخل عليها وعندها رجل في غرفتها الخاصة أن النبي دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه تغير وجه النبي كأنه كره ذلك وجد رجلا غريبا في غرفته في غرفة زوجته مع زوجته ولا يوجد شخص ثالث فقالت إنه أخي هل هذا النبي غبي إلى هذا الحد لا يعرف أقرباء زوجته حتى لو كانوا من الرضاعة هي تقول إنه أخي من أنه أخوها من الرضاعة فقالت فقالت إنه أخي فقال انظرنا من إخوانكنا فإنما الرضاعة من المجاع فليس كل الذي يقال له أخ من الرضاعة يكون أخا هناك شرائط هل هذه الشرائط تتوفر في هذا الرجل أو لا هذه الصورة تقبلونها على رسول الله يأتي إلى داره ثم يدخل إلى حجرته التي حجرة خاصة بزوجته عائشة حيث يجد رجلا غريبا لا يعرفه فتقول عائشة معتذرة من أنه أخي من أنه أخوها من الرضاعة هل كانت عائشة مصيبة بأنه أخوها من الرضاعة لو كانت مصيبة لماذا قال رسول الله انظرنا من إخوانكنا فإنما الرضاعة من المجاعة ألا يشعر هذا الكلام من أن الرجل ما هو بأخ لها من الرضاعة عائشة كانت مشتبهة ألا يشعر هذا الكلام وبغض النظر عن هذا كيف يكون أخوها ورسول الله لا يعرفه ثم كيف دخل إلى البيت كيف دخل إلى البيت أهل البيت كانوا عالمين بذلك مراد من أهل البيت أتحدث عن نساء النبي عن أهل البيت الجغرافي لا أتحدث عن المصطلح العقائدي نساء النبي كنا على علم بوجوده أو لا إذا كنا على علم بوجوده فهل نساء النبي أعرف بأقرباء عائشة من النبي أم أن نساء النبي لم يكن على علم بوجوده إذن كيف دخل دخل متلصصا لماذا دخل متلصصا إذا كان أخا لعائشة من الرضاعة لماذا دخل متلصصا إذا لم يكن دخل متلصصا لابد أن طرق الباب ولابد أن نساء النبي على علم بذلك فلا يستغربن من دخول رجل غريب على عائشة لأنهن يعرفن هذا أخوها من الرضاعة فهل معقول أن نساء النبي يعرفن أن هذا الرجل أخو عائشة من الرضاعة والنبي الأعظم لا يعرف هذا هذا هو نبي عائشة هذا هو نبي الصحابة هذا هو نبي التابعين هذا هو نبي البخاري ومسلم مسلم ماذا يقول هذه قبائح مسلم هذا صحيح مسلم المتوفى سنة ميتين وواحد وستين للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار صادر الطبعة الأولى 2004 ميلادي بيروت لبنان كتاب الحيط الكتاب الثالث من كتب صحيح مسلم الباب الثاني والعشرون باب نسخي الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين رقم الحديث سبعمية وتسعة وتسعين رقم الصفحة مية وسبعة وثلاثين مسلم يقول حدثنا هارون بن معروف بسنده عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء دين أبتار عائشة تقول إن رجلا سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل ثم يكسل أي أنه لا يقذف المني هذا المراد ثم يكسل هناك التقاء للختانين من دون قذ إن رجلا سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة هل كان رسول الله حينما يجلس للناس كي يسألوه يجلس عائشة بجانبه لماذا أم أن الرجال يدخلون على بيت النبي إلى غرفة عائشة من دون استئذان كي يسألوا النبي في غرفة عائشة عن أمورهم الجنسية فقال رسول الله إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نختسل ما هذا ما هذا ما أنتم تقولون في أكاذيبكم من أنه كان يطوف على جميع نسائه في ساعة واحدة لماذا أصابه الكسر ولماذا يتحدث رسول الله بهذه الطريقة وعائشة جالسة بجنبه تقبلون هذا على أنفسكم إذا كنتم لا تقبلون هذا على أنفسكم وعلى آبائكم وأمهاتكم وزوجاتكم لماذا تقبلون هذا على رسول الله أنا لا أخاطب علماء السنة ذولة هتلية سرسرية كحال الذين في النجة لا شأن لي بهم ولا أخاطب الحمير الذين يتبعونهم كحمير الشيعة عندنا وهم الأكثر أنا أخاطبكم أنتم أنتم الذين في مقام أبناء وبناتي من شباب السنة من الذين يبحثون عن الحقيقة هل تقبلون هذا على آبائكم وأمهاتكم لماذا تقبلون هذا على رسول الله يجب عليكم أن تتبرأوا من عقيدة عائشة برسول الله ومن عقيدة الصحابة برسول الله ومن عقيدة التابعين برسول الله ومن عقيدة البخاري ومسلم وأصحاب الصحاح ومن عقيدة علماء السنة جميعا من الأموات والأحياء الذين يقرون بهذه النقائص وبهذه القباحات لماذا لأن القرآن يرفض هذا لأن الله يرفض هذا فإما أن تصدقوا الله وهو يحدثكم عن محمد في قرآنه وإما أن تصدقوا عائشة والذين معها وهم يحدثونكم عن محمد بهذه القبائح وبهذه القذارات أنتم بين أمرين إما أن تصدقوا الله في قرآنه وهو يتحدث عن محمد بأعظم الحديث وإما أن تكذبوه وتصدقوا عائشة والذين معها من الصحابة والتابعين تصدقوا أكاذيبهم دققوا النظر في هذا الحديث عن عائشة قالت إن رجلا سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهم الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله إني لأفعل ذلك أنا وهذه وما الداعي أن رسول الله يقول هذا الكلام إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل وقت الحلقة انتهى ولم تنتهي قبائح البخاري ومسلم سأكمل لكم الحديث يوم غد لكن أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقات المتقدمة كي تتذكروا كيف أن الله حدثنا عن محمد صلى الله عليه وآله في قرآنه عودوا إلى الحلقات التي عنوانها علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب القرآن عقيدة ومودة وطاعة وأدبة قارنوا بينما جاء في القرآن وبينما تتحدث عائشة والصحابة والتابعون والبخاري ومسلم والباقون ترجمة نانسي قنقر